السلام عليكم ورحمة الله معكم أنصر أدوان أهلا بكم في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن الأسئلة اللي جات حوالين مراجعة لجهاز شاومي مي بوكس اس وبعض الحاجات اللي أنا ما قلتهاش في الفيديو كانت من ضمن الأسئلة ديت وأكتر سؤال كان جاي إن هو إزاي إن أنا أعمل سكرين ميرور لشاشة الموبايل أخليها على شاشة التلفزيون هنشوف الطريقة دلوقتي مع بعض الطريقة بكل بساطة أنت لازم تكون شابك الواي فاي هو هو نفس الشبكة اللي انت شابك عليها الموبايل أول حاجة أندرويد بيجدقي هنا علامة السكرين كاست تمام بيبدأ يدور لي على السكرين كاست فبيلاقي اللي هو جهاز شاومي تمام فأول ما بادوس عليه اللي هي Start Now بادوس عليها الموبايل كله كده اتعرض زي ما انتم شايفين حابب أن أنا أوقفها نروح هنا أقول له Disconnect هل جهاز شاومي يدعم ايفون شوف بصراحة أنا ما كنتش أعرف الموضوع دوت غير لما عضو أعضاء على جروب التليجرام بالمناسبة هنخلي لينك الديسكريبشن موجود تحت قال ان هو شايف في مدونة ان تقدر ان انت تعمل سكرين ميرور للايفون عن طريق أبليكيشن بتنزله على الجهاز وهواريكم الطريقة بعد شوية بتروح على جوجل بلاي وبتكتب اسم الابليكيشن اسمه AirPen بفلوس هتلاقي AirPen اللي هو Light اوكي بعد ما بتحمله تقول له Open وهو كده هيبدأ ان هو يشتغل معاك Automatic تمام طيب نروح على الايفون بروح على النافتيكيشن سنتر بروح على الـ Screen Mirror براء اللي هي ATV بادوس عليها هيبدأ يعمل سكرين ميرور بالطريقة دي تمام لكن هو أصلا لا يدعم ايفون مباشرة يعني ما قدرش عمل سكرين ميرور مباشرة لازم اختار اللي هي الـ AirPen اللي هو الابليكيشن عايز او عايز ان انا اطلع من الـ من الـ Screen Mirror وضفيها تمام ونروح كده ودوس على الـ Screen Mirror ثانية واقول له Stop بالشكل ده من ضمن الأسئلة اللي جات برضه ان يقدر الواحد يحمل تطبيقات من خارج جوجل بلاي ستور او تقدر ان انت تعمل كده بكل سهولة سواء من على الجهاز نفسه او من على موبايل او من على الكمبيوتر وبفلاشة بتحطه في الـ USB وبعدها تقدر ان انت تعمله انستول بكل سواء الجهاز بيشغل جوجل كروم؟ لا مش بيشغل جوجل كروم لكن انت ممكن تنزل عليه متصفحات تانية واشهر متصفح عليه بينزل اسمه Buffon ده متصفح كويس وانا مربطه وشغال ما فيهوش اي مشكلة هل اقدر اربط بسماعة بلوتوس؟ او تقدر ان انت تعمل كده ما فيهوش اي مشكلة فيه سؤال برضو ايه الافضل كروم كاست او مي بوكس؟ شوف الكروم كاست هو جهاز بينقلك الموبايل او الكمبيوتر زي سكريم ميرور على شاشة التلفزيون لكن الجهاز شاومي او اي جهزة من الاجهزة تي في بوكس شبه الجهاز شاومي بنازل عليها نظام اندرويد تيفي يعني مستقل لحاله تقدر ان انت تعمل قضية تقدر ان انت تنزل عليه ابيكشنات تقدر ان انت تتحكم في كل حاجة منفصلة انما الكروم كاست لازم يكون معا جهاز تاني علشان تقدر ان انت تربطه به اكتر الاسئلة اللي جات نشاهد بيشتغل على شاومي مي بوكس هو فعلا مشاهد ما كانتش بيضعم على مي بوكس لكن الفترة الاخيرة مع التحديث الاخير بقى موجود بشكل رسمي على جوجل بلاي دلوقتي هنتكلم عن عيوب الجهاز اللي هي قبليتني في الفترة اللي فاتت العيوب بتاعته انه هو مفخوش يو اس بي كتير يعني مفخوش عدد منافس كتير الزاكرة بتاعته قليلة 8 جيجا ما بتكفيش ان انا قدر ان انا حط أبليكيشنز كتير كمان مفخوش وصلة ايفرنت فدي تقابل بعض المشاكل مثلا لو حد عايز انترنت اسرع مش عايزه تضطه على الواي فاي لكن لها طريقة ان انت ممكن تجيب وصلة اسمها ايفرنت هاب بتشتعل عن طريق اليو اس بي بس دي هت العيوب اللي انا شايفها من وجهر نظري لكن غير كده الجهاز معي شغال بسلاسة ومفخوش اي مشاكل لقايد تلوقتي وكمان الاب ديت الجديد حل مشكلة الواي فاي لو حد اشتكى منه انه هو ساعات ما كانش بيلقب بسرعة اول ما بالجهاز ما يفتح لكن المشكلة ديت حلت وبقى اسرع من الاول وكده يكون الفيديو خلص اتمنى يكون عجبكم وقدرت ان انا قلمت كل الاسئلة اللي جات على الجهاز سواء على اليوتيوب او على جروب التليجرام ولو حابين ان انتو تسألوا اسئلة تانية او حد لسه شايف الفيديو تا جديد خش على جروب التليجرام او اكتب على اليوتيوب وبحاول ان انا ارد عليك على قدر المعلومة ان انا عارفها ولا ممكن انا مش عارف حد تاني يقدر يفيدك بشكل افضل واشوفكم في فيديو تاني جديد السلام عليكم